بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة grade 6 كنا خلصنا unit 3 هنتكلم في unit 4 عن حدوتها كنا تكلمنا عنها زمان في grade 4 وهي الادابتيشن عشان تخلينا نقدر نعمل survive بس ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفونا subscribe بقى للقناة ولايك وشير وcomment على الفيديو وانضموا لينا على الفيسبوك الجروف والبير وكمان التليجرام وزي ما متعودين لينك الحاجات دي كلها ومعاهم لينك الملزمة موجود في description box سندوق الوصف تحت الفيديو يلا نبدأ سوا اول concept واول lesson في unit 4 زي ما اتفقنا ال unit الجديدة هنتكلم فيها عن الادابتيشن وازاي living organism بيعمل adaptation دي ويعمل ال change دي علشان يعمل protect لقيت self او حتى protect للspecies بتاعته كلها من ان يحصلوهم extinction يعني بيعمل adaptation علشان يقدر يعمل survive كنا اخدنا قبل كده انيمالز كتيرة شفناها في grade 4 النهاردة هنتكلم عن الموضوع بشكل اوسع شوية حيعرفنا على living organism جديد اسمه دوركس جزال وده عايش في الديزرت بتاعت ايجبت والميدل ايست مش بس الديزرت كمان السيمي ديزرت يعني اي اريا شبه الديزرت شوية شبه الانفاينومنت بتاعت الديزرت شوية سواء في ايجبت او في الميدل ايست كلها اسمه ايه؟ اسمه دوركس جزال لما بصينا عليه لقينا ان دوركس جزال ده قادر يعيش في الديزرت بس مش بيعمل adaptation كل مرة يعني ايميس يعني هو مولود اصلا بالadaptation بتاعته يعني living organism في الحالات العادية لو حصل change في الانفاينومنت بتاعتها فهي مضطرة انها تعمل adaptation زي ما احنا متعودي في living organism ما تقدرش تعمل survive في الديزرت علشان ما عندهاش القدرة انها تعمل adaptation وفي living organism بتقدر تعيش في الانفاينومنت الصعبة دي فانا مثلا لما لاقي فيه انفاينومنت طبيعي فيها انه عندها shortage في الريسورس بتاعته كلمة shortage يعني جاي من كلمة short قليلة قوي يعني water قليلة food قليل هيبقى ساعتها living organism مضطر انه يعمل adaptation ما عندهاش حل تاني طب ولو ما عملش يا ميس حيموت مش هيبقى موجود لقينا دوركس جزال ده شبه بابا شبه بابا في ايه انه هو الcolor بتاعه بيساعده انه هو يعمل adaptation ال tan colored او كنا بنسميه sandy color بيعمل adapted في الانفاينومنت اللي هو فيها ال predator بتاعه من بعيد مش شايفه هو لونه زي لون الساند اللي حواليه وكمان اللون ده بيساعده انه ما يعملش ابزورب كتير قوي للسانلايت فروا ما يتحرش كمان ما بيعملش درينك للهوتر وممكن يقعد من غير ما يشرب مية لميني منتس او سيفيرول منتس خلي بالك الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها انها adaptation في الدوركس جزال ده منه هو صغنن يعني ملحقش لسه يعيش في الانفاينومنت ويقدر يعمل adaptation اهي الفكرة دي هي اكتر فكرة حنتكلم عنها في الconcept ده او يمكن جديدة علينا في الconcept ده اسمها genetic factors تعالوا نفهم اكتر عن الموضوع ده دلوقتي living organism سواء اسمه animal او اسمه plant عنده مشكل الانفاينومنت بتاعته بقى فيها حاجة مش موجود water قلت water زادت sunlight قلت sunlight زاد weather تغير بقينا كل دهوي بقينا hot قوي ايا كان اللي تشينج اللي حصل ايه دلوقتي living organism بتاعنا مضطر انه يعمل adaptation لو هيعمل معنا survive ونكم قلنا يعني ايه adaptation the process بتساعد living organism بتاعنا انه يعمل survive في الانفاينومنت اللي هو عايش فيها في منها two types زي ما كنا اخدناهم في grade 4 حاجة اسمها structural adaptation behavioral adaptation structural adaptation جامل اسمها the change أو adaptation حصل في structure بتاع living organism نفسه يعني organ شكله ضاير مثلا thorns طلعت في stem بتاع plant شوك كده طلع في stem بتاع plant أو thick four اللي موجود في living organism اللي عايشها في cold climate يعني ندور كده على polar bear نلاقي البادي بتاعه عليه thick four طيب ده اسمه structural adaptation طيب والbehavioral adaptation ده change برضو أو adaptation برضو حصلت بس حصل في الbehavior أو في act تصرف living organism بيتصرفه علشان يعمل adaptation زي مثلا ان الplant بتعمل grow نحية اللايت يعني تخيل لو انا حطت الزرعة دي كده واللايت مش فوق اللايت في الجنب كده هتلاقي البلانت ده بيعمل grow نحية اللايت بص 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 ميل ازاي أو الbird migration ودي اللي حنتكلم عناها بشكل مفاصل يعني ايه bird migration يعني الbird يسيب ال environment اللي هو مولود فيها ويمشي بعيد خالص لفترة ويبقى يرجع لها تاني بيسموها حتى بالعربي هجرة يعني كأنه بيسافر ويقعد فترة بعيدة بره البلد بتاعته أو بره المكان الاصلي اللي هي natural habitat بتاعه ويبقى حافظ بقى الوقت ده كل سنة يعمل نفس الحركة يسيب المكان بتاعه ويروح للمكان التاني ويرجع تاني لما الحدوت أو المشكلة اللي كانت حصلة في ال environment بتاعته دي تخلص طيب تعالوا نفهم أكتر عن ال bird migration ويترى إيه الميجراتري bird اللي ممكن نشوفها ونتعرف عليها أكتر زي ما شفنا زي ما شفنا ال bird migration ده behavior ده بطيش ده act أو behavior living organism عمله يحصل فيه اميز يحصل ان جروب من الانيمل زي ال bird مثلا كلها كده مع بعض مش واحد يمشي الواحده move together من one place to another وبيمشي الحدوتة دي أو بيعملها seasonally يعني إيه يعني كل season يعني سي مثلا هو في فصل الربيع متضايق من ال environment بتاعته فيقوم كل فصل ربيع يسيب ال environment دي ويمشي يروح environment تاني وبعد كده ساعات كتيرة يرجع تاني لل place ده اللي كان موجود فيه كل شوية يعمل cycle بتاعت المigration دي ويقررها تي يعني يروح مثلا الربيع ولما الربيع يخلص يرجع تاني للمكان اللي كان عايش فيه يفضل قاعد فيه لغاية الربيع اللي بعده ويسيبه تاني ويرجع تاني وهكذا إيه الإجزامبل اللي عندنا في المنهج عند المigration البرد اللي بتقدر تعمل migration هو step eagle نوع من أنواع ال eagle النسري يعني بيعمل الحدوتة بيعمل إيه بقى بيعمل migrate to search عن condition أحسن مكان أحسن يقدر يعمل فيه reproduce يعني مشكلته إنه في المكان اللي عايش فيه ده مش عارف يعمل reproduce فساعة لما يحتاج يعمل reproduce يسيب المكان اللي هو فيه ده ويروح لمكان تاني يدور يدور بقى على food sources بتاعته ويدور على habitat تنفعه في time ده من year ولما تخلص حددته يبقى يرجعتين يبقى البرد migration حصلت علشان يدور على condition أحسن ل reproduction زي إنه محتاج مثلا different food resources أو إنه محتاج habitat مختلف في time ده من السنة محتاج حاجة تانية غير اللي متعود عليها أو غير اللي موجودة في الhabitat الأصلية بتاعته يا ترى ايه الفاكتور أو ايه ال effect أو ايه ال influence اللي أثر على الميجرات ريبير ده إنه يعمل الحدودة دي زي ما اتفق في factor أو effect بنسميه environmental effect يعني هو الراجل ما كانش نوي على حاجة بس الenvironment اللي حواليه هي اللي أكبرته إنه يعمل الحدودة دي أو genetic influence أو genetic effect ودي لا 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 هو مولوده ومقرر إنه يعمل الحدودة دي كل سنة الenvironmental والgenetic influence أو genetic effect ومدور اللي زي ما اتفقنا هنتكلم عنه هم بشكل أوضح طيب بس في الحقيقة الbird اللي هيعمل migration ده طريقه من المكان اللي هو عايش فيه للمكان اللي رايح له عشان يعمل reproduce مش هيبقى سالك قوي يعني مش هتبقى الموضوع سهلة قوي أكيد في الطريق ممكن يقابل challenges كتير قوي تحديات كتير قوي حاجات صعبة قوي ممكن يواجهها وهو ماشي زي ما انت كده عشان توصل من النهار ده لغاية يوم الامتحان هتواجه حاجات كتير هتتعب بعد الشر وتبقى مضطرة زاكر هيقابلك رمضان وحيبقى صعب فيه المذاكرة بس هتكمل وحد زاكر الدنيا برد خالص ومش قادر أصهر بس هتصهر وتذاكر هتواجه كل التشالنج دي علشان عارف هدفك ايه وعارف انت رايح فيه اهو برد الميجرات بيرد بيواجه challenges كتير قوي زي في الطريق يقابل extreme weather condition جوه حر قوي او جوه برد قوي يقابل predators قاعدين مستنين ان هما ياكلوه يقابل shortage للفود والووتر في الطريق مش حلاقي انا الاكل قاعد مترمي على الجنبين كده ومستنين ياكلو لا ممكن يقابل shortage للفود والووتر ده حتى resting site اللي هو محتاجها ممكن ما تبقاش موجود المكان اللي ممكن ينزل ياخد فيه rest لغاية ما يوصل لرحلته ويكمل رحلته ممكن تبقى limited نتيجة انه خلاص ما بقاش عنده happy treat بتاعته دي طيب يطرعت الحدوطة صعبة قوي يسألك بس خلي بالك الميجراتي بيرد عندهم structural characters تساعدهم على الحدوطة دي يعني مش اي بيرد عادي يقدر يواجه اللي تشالنجز دي كلها مش اي بيرد عادي يقدر يعمل migration ويسيب ال environment اللي هو فيها في الوقت المحدد طيب بيطرحنا عندنا ايه في مصر من الميجراتي بيرد دول عندنا الفولكن وعندنا الايج بيقولك ان ال red sea وكمان نهر النيل عندنا من ال stopover لي ميجراتي بيرد كتير قوي كل سنة يعني نلاقي ال بيرد وهو مسافر من المكان لمكان بيبقى ليه نقط يرتاح فيها او اماكن يرتاح فيها او النهر النيل بتاعنا وال red sea بتاعنا دول من الحاجات ال stopover يعني الاماكن اللي بيقفوا ياخدوا ريست فيها يعني كده لما ان فيها ووتر كتيرة وفود كتيرة في اسماك كتيرة قوي عندنا فيحبوا قوي ياخدوا ريست بتاعتهم عندنا فاحنا نعتبر stopover طيب حلوة قوي فيه فاكتورز بقى كتيرة تعمل attract للflux بتاعت الميجراتوري بيرد اللي ماشية دي ما اتفقنا انه هو مش هيمشي واحد واحد ده هيمشي في جروب اللي هو بيسموها سرب يعني هيمشي في فلوكس كده كتيرة خالص مش معنى مصر اللي قولنا انه هي stopover حلوة قوي ليهم والله اول حاجة عندنا احنا عندنا moderate winter climate يعني الشتاء عندنا في المعقول كده ما احناش تلج بقى والجليب بينزل عندنا ولا الدنيا برد قوي لا لا احنا moderate كده طيب وكمان الarea بتاعة red sea دي فضيعة قوي دي فيها كذا حاجة دي واخد كده كم environment على بعض فيها coastal environment فانا لو البرد ده بيحب يعيش في coastal area اللي هي البيئة اللي على الساحل على البحر يعني فحيقدر يعيش فيه طب لو هو اصلا من البرد اللي بتعيش في الووتر يعني او الاغلب الفيدنج بتاعها عند الووتر من جوة فهي marine environment كمان عندها جبال فهي كمان mountain environment فهي coastal و marine و mountain environment في نفس الوقت يبقى الايجيبت كلها على بعض زي ما اتفقنا moderate winter climate والred sea كان عنده ثلاثة افواح coastal و marine و mountain environment يا ميس طب احنا كده برضو ما فهمناش ايه هم ال environmental و ايه هم ال genetic factors اللي قلتي عليها مبدئيا كده في basic need يعني حاجات ما ينفعش living organism يعيش من غيره ولا بقى يقدر يعمل adaptation ولا غيره لازم يبقى عنده food حتى لو قليل بس لازم الفود موجود لازم يبقى في water حتى لو فيها shortage باردو لازم يبقى في habitat علشان يقدر يعيش دول basic need اللي ما ينفعش life من غيره يعني ما ينفعش تقول لي ما فيش food خالص وقول living نازم يعمل adaptation مش هيقدر لازم يبقى عنده food water و habitat ومنهم بقى يبدأ يغير ويقرر ويشوف هيعمل environmental factor والgenetic factors في الحقيقة بتغير behavior والstructure وكمان growth بتاع living organism يعني تقدر تغير behavior بتاعه تخليه تصرف تصرف مشداد طبيعي بتاعه زي bird migration مثلا تغير في structure بتاعه زي ما شفنا في دوركس جزال لما لقينا color بتاع الفور بتاعها أو body بتاعها لون و sandy كده وتغير كمان في growth بتاع living organism تعالوا نفهم أكتر الأول كده عن environmental factor ونشوف لو أنا عندي مثلا availability of water الواتر موجودة كتير أو موجودة قليل أو availability of light لو أنا بتكلم عن plant مثلا و size of habitat برضو تأثر معانا طب تعالوا الأول نشوف الplant يعني تعالوا نفكر الأول في الplant كده حدوتة الواتر والlight دول ممكن تأثر عليهم زي حدوتة الواتر والlight طبعا هتأثر على الplant وهو بيعمل grow علشان هو محتاجهم الاتنين في حدوتة الفوتو census process زي ما كنا بناخد في الexperiment اللي كانت في grade 5 الplant اللي دي ناله water كتيرة و sunlight كتيرة هو ده اللي قدر يعمل grow بشكل أحسن غير التاني اللي ماخدش sunlight كمان هيأثر لي على grow بتاعت التري وال شراب يعني الايكو سيستم بتاعنا نلاقي فيه plant بيكبر كويس و plant تاني ضعيني ضعيف حتى بنحط له شوية توتر كده بس يبقى ضعيف أصل هو مش موجود عند اللي اللي هو محتاج يعني مش بس ال plant انه يقدر يعمل فوتو census process تحت الشراب اللي هي الشجرة الصغنونة دي اللي بيسموها شجيرة شجرة بس صغنونة كده شوية برضو growth بتاعهم بيتأثر بالwater والlight هل هم موجودين ولا لا كمان أفكت على amount of plant اللي الانيمال حتاكلها ما هو لو الplant ده ما عملش growth بشكل كويس فالانيمال اللي حياكل الplant ده هو كمان حيتأثر بالموضوع يعني الموضوع بتاع الووتر والlight مش بس تأثر على الplant تأثر على بقية living organism طب يا ميس هي الووتر هتأثر على الplant وتأثر على الانيمال اللي بيأكل الplant يعني الووتر مش هتأثر لي على ال lion مثلا الووتر مش هتأثر لي على بقية ال living organism إلا لو هو بيأكل بلان الووتر كمان لو تأثرت هتأثر على ال growth بتاع الانيمال whatever هو بيأكل حتى لو مش بيأكل بلانت فال availability بتاعت الووتر أثرت لي على ال plant اه وأثرت لي كمان على ال growth بتاع الانيمال طول ال life cycle بتاعتك علشان كده على فكرة ماما كل شباية تقولك اشرب ماي ماينفعش ما تشربش ماي يا ماما سل الدنيا برد برده تشرب ماي هي يا ماما ليه عملا بتقولك اشرب ميا علشان ماما عارفة ان الووتر دي مهم جدا للbody بتاعك وانه يعمل growth فده هيساعدك في حياتك على طيب كمان size of habitat يفري انت متخيل لو انا اعدت مثلا living organism نقول مثلا جزال كم غزالة كده اعدت مثلا 5 في environment وانت جايب نفس environment دي ومقاعد فيها بدل الخمسة دي 100 يا خبرة بيض طب ماهو طبيعي الفود اللي كم كفي 5 دول مش هيكفي 100 اهو ده اللي بنتكلم فيه size بتاع habitat بتاعي هيأثر لي طبعا على number بتاع species اللي عايش عليه يعني مثلا لو انا بصيت على مكان صغنن كده فحلاقي كم نوع بس من الاني لكن لو بصيت على مكان كبير زي مثلا rainforest هلاقي فيها size بتاعها كبير قوي ولاقي فيها different species عايشة في نفس المكان اصل المكان واسع ويسع كل الناس دي يسع كل environmental factor اللي هما availability of water سواء لل plant او والانيمال والavailability of light للبلانت والانيمال وكمان size of habitat يا ترى ايه الgenetic factors او ممكن نسميهم كمان hereditary traits زي body size بتاع الانيمال يعني مثلا living organism مش بس الكتن على فكر مش بس القطة السغنونة دي حتى احنا كliving organism كهيومن الbody size بتاعنا بيتغير ده عبارة عن genetic effect انت growth بتاعك بتبدأ سغنن وبعدين size بتاعك يكبر يكبر لغاية ما توصل في size بتاع الparent بتاعتك بابا او ماما سواء بقى طوال او قصيرين انت طلعت اطول شوية اقصر شوية لكن استيل في نفس الرينج يعني مثلا مش حلاقي كتن سغنونة كده قطة سغنونة كده وحتفضل تكبر تكبر لغاية ما تبقى قد الاليفان ما حصلش ده مش نفس ال species بتاعته نبندور على نفس ال parent ونلاقي size مقارب ليه هي دي اللي بنسميها genetic factors حاجة ما بتتغيرش وهي فيها زي باباها بالزبط زي مثلا ال plant اللي بيسموه herb زي الاعشاب كده زي الجرجير مثلا اللي بنشوفه زي اعيدان الملوخية اللي بنشوفها زي حتى الورد السغنون ده على طول هيبقى short third long flower اللي موجودة في first tree بتاعتك الشجرة هتلاقيها على طول اطول من اللنث بتاع ال plant هيبقى شبه ال parent بتاعته علشان كده كمان growth of plant زي ال herbs اللي على طول shorter than long flowering plant في الفورست دي برضو من ال genetic trait او ال genetic factors اخر فاكتور معنا وهو الفور color of animal ودي بنشوفها قوي في اللي فيها فور زي ال rabbit وزي الكات تعرف كده وتقول القطة دي بنت القطة التانية دي شمع نيميس عرفت منين يقول لك اصل دي فيها لوم مش مش ودي فيها بقع برضو مش مش او تعرف ان ال rabbit قريب ال rabbit ده اه فعلا ده حقيقي الشيب بتاع ال young rabbit مثلا بتلاقي فيها brown spot زي باباها بالزبط او لو باباها عنده black spot هتلاقي على ظهره black spot باردو نفس ال color بتاع الفور حتى لو مش بيكال بس بيبقى وريب منه قوي بكده حبيبي خلص الليسون الاول من اليونت الجديدة اتمنى يكون بقى اسهل وابسك زكرو كويس واتمنى لكم كل التوفيق